السلطات النمساوية توضح أسباب إعادة فتح ملفات لم الشبل النمسا تمنح الأدوية مجانا لغير المؤمن عليهم في النظام الصحي روسيا تكشف ادعاء النمسا حول ضرد صحفيي وكالة تاس المستشار النمساوي يبحث مع وزير خارجية الإمارات علاقات التعاون والشراكة وانهيار أرضي يقتل طفلا ويصيب آخر بجروح خطيرة في شتيامارك وأخيرا سيارة تدهس خمسة أشخاص في فينة في حادث مروري مشاهدين الكرام من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم إلى تفاصيل النشرة أعلنت وزارة الداخلية والخارجية في النمسا عن إعادة فتح أكثر من ألف ملف لم شمل للعائلات كانوا قد حصلوا على مراجعة إيجابية من مكتب اللجوء وبحسب جمعية أزول كوردناتسيون يشتبه أن تكون هذه الخطوات مدفوعة سياسيا مع اقتراب الانتخابات البرلمانية حيث ألغت السفارات حوالي 100 موعد لإصدار التأشيرات مما أثر على نحو 400 شخص خاصة سفارات بيروت إسطنبول وتهران ويشتبه مكتب اللجوء في صحة الوثائق الصادرة من سوريا وكان وزير الداخلية جيهارد كارنر قد أعلن عن زيادة اختبارات الحمض النووي بسبب شبهات فساد في السلطات المحلية السورية قدمت الحكومة النمساوية اليوم مشروع قانون يسمح للصليب الأحمر النمساوي بتوزيع الأدوية مجانا على غير المؤمن عليهم صحيا وتقدر المنظمات الاجتماعية أن أكثر من 25 ألف شخص في النمسا متضررين حاليا بما في ذلك المشرديد وغير الحاصلين على تصريح إقامة سارية وقال وزير الصحة يوهانس روخ يعيش العديد من الأشخاص في ظروف صعبة دون تأمين صحي وهم بحاجة ماسة إلى رعاية طبية جيدة ورحب رئيس الصليب الأحمر النمساوي جيرالد شويف بمشروع القانون مؤكدا على أهمية هذه الخطوة كشفت المتحدثة باسم الخارجيات الروسية ماريا زاخروفا أن سفير النمسا في موسكو فرنان ألمهوفر استودعها قبل أسبوعين لتوضيح إدعاة بلاده ضد الصحفيين الروس وأفادت زاخروفا أن الاجتماع استمر ساعة حيث حاول الجانب الروسي فهم طبيعة الإدعاة النمساوية لكن لم يتم تقديم أي تفاصيل واضحة وجاء هذا الاستدعاء على خلفية طرد مراسل وكالة تاس إيفان بوبوف من النمسا وردا على هذا الإجراء أعلنت الخارجيات الروسية سحب اعتماد صحفية من قناة ORF موسكو تعبيرا عن إسيائها من التصرفات النمساوية غير الودية تجاه الصحفيين الروس استقبل مستشار النمسا كارل نيهاما الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات بحضور وزير الخارجية النمساوي أليكزندر شالنبرغ وتناول اللقاء الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات والنمسا وسبل تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والصناعة والثقافة والطاقة والعلوم المتقدمة كما ناقش الطرفان التعاون الثنائية ضمن المنظمات الدولية واحتفالا بمرور خمسين عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وأشاد بن زايد بن مو العلاقات المبنية على الثقة والاحترام المتبادلين كذلك تباحث الجانبان حول المستجدات الإقليمية والدولية لقي طفل يبلغ من العمر خمس سنوات حد فيه إثر انهيار أرضي بينما نجى طفل آخر بأعجوبة وذلك في بلدة سيجندورف بيرغ في شتيامارك مساء الأربعة وكانت امرأة تمشي مع أطفالها عندما انهار حوالي ألف متر مكعب من التربة ما أدى لدفن أحد الأطفال ورغم جهود الفورية لفرق الإنقاذ لم يتمكنوا من إنقاذ الطفل ولكن تم إنقاذ طفل آخر ونقله إلى مستشفى جراتس حيث حالته مستقرة وتم إغلاق المنطقة المحيطة بالحادث احترازيا فيما أظهرت التحقيقات الأولية أن الأمطار الغزيرة قد تكون السبب في تشبع التربة بالمياه وإنهيارها أصفر حادث دهس في فينة أوتاكرينغ مساء أمس الأربعة عن إصابة خمسة أشخاص ثلاثة منهم بجروح خطيرة حيث فقد سائق السيارة السيطرة عليها أثناء مناورة وأدى انحراف سيارة بيم في واستضامها بالرصيف بصدم عددا من الأشخاص كانوا مجتمعين أمام مطعم وأفادت خدمة الإسعاف في فينة بإصابة خمسة ريال ثلاثة منهم بجروح خطيرة واثنان بجروح طفيفة تتراوح أعمار المصابين بين أربعة وعشرين وثمانية وأربعين عاما وتم نقلهم إلى مستشفيات مختلفة بعد تقديم الإسعافات الأولية حيث يرتاب في إصابتهم بكسور متعددة ووجهت الشرطة إلى الصائق تهمة إلحاق الأذى الجسدي بالإهمال كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفجرات على هواتفكم كنت معكم أنا ممدوح بكين شكرا لحسن المتابعة أمسيا سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة